اللي حصل بالحقيقة احنا عدنه انه هناك استهداف للنظام الفدرالي في العراق وواحدة من الاسباب التي ادت الى تعطيل تنفيذ الفدرالية في العراق هو الضغط الاقليمي خشية من تمدد التجربة ومصاديق الطرح اللي اعتبناه او الفرضية التي اعتبناها ما يجري في اقليم كردستان لماذا اقليم كردستان يقصف لماذا اقليم كردستان يجري احتلاله بذريعة البككة وهذا الضغط التركي والايراني هل هو فعلا بدافع وجود معارضة تهدد الامن القومي ام وجود نموذج سياسي يهدد النظم التقليدية فضلا عن الابعاد التالية اننا نتحدث عن طريق تنمية عصري سيربط العالم بمنطقة الشرق الاوسط فيه العراق عقدة استراتيجية تتصالح في طريق التنمية العصري دولتيا الهند والولايات المتحدة ارجع الى الهند التي هي تبثل الان الاقتصاد الثالث في العالم تجدها فيدرالية القطب الاوحد في العالم والذي يمثل ويتبنى نظرية العالمة هي الولايات المتحدة فيدرالية فاذا لابد من العقد استراتيجية المهمة في طريق التنمية العصري تغفت على المتحدة يعني بدأت ببداية نارية بما معنى انه عذرا دعوك انه ايران هي من لا تريد الاقليم السني ان يكون او انه ايران رافضها من خلال ادواتها بالعراق ورجع لي على الربط بين الاقليم وتركيا وتركيا ورجع لي وريد تفسير بجنبة عسكرية كبيرة دكتور أحمد بين الربط بين الاقليم وبين نشاط داعش مو سيد السودان إذا كلهم طلعوا وقال داعش انت هوا ما عاد يشكل تهديد شمعني هسا صار يشكل تهديد وصار نشط بديالة وبكاركوك وبصلاح الدين أبدا داعش تنحصر عملياته ولكن تبقى من حيث التقييم هي عمليات نوعية وهو تهديد عبر للحدود وأي تهديد عبر للحدود لا تستطيع دولة الماء بما فيها العراقية لتتحدث عن زوال التهديد لأنه تهديد عبر للحدود متى ما ارتخت القبض على الحدود وحصلت ثغرات حدودية فمعنى ذلك أن إضافة الموارد المادية والبشرية لأن عاش التلظيم واردة جدا وأنا أتمنى رأي وأتمنى أن يصل إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة أخشى أن يرتج القرار في انسحاب التحالف الدولي والولايات المتحدة وأن يعيد تجربة المالكي لأننا إذا قررنا الآن انسحاب التحالف الدولي والولايات المتحدة من العراق آل على يقين وهذا في بعد عسكري نتاج لتجربة لا تقل عن 40 سنة في الشأن الأمني والعسكري فضلا عن البعد السياسي اللي عش لك تجربة معارضة داعش ستشاغل في حزام بغداد فلذلك بالضروري جدا أن لا نقامر على مصير وطن لا سيما أنه بلد مهم وحيوي شعبا وأرضا في معادلة التوازلات الإقليمية والدولية لكن في تقديري أنه لماذا التجربة مستهدفة خشية من أن يستعار تجربة الأقاليم الكردية في تركيا وفي إيران إيران تخشى من تجربة الإقليم الكردي وكذلك تركيا وما التصالح الآن الذي يجري التنسيق بين سوريا وبين تركيا هو ليس لقناعات متبادلة تركيا كانت بالأبس ترغب في الإطاحة بالنظام السياسي برمته ما الذي دفع تركيا الآن إلى التصالح مع سوريا هي لإجهاض ما يطلق عليه بإقليم كردستان سوريا شمال سوريا والذي يطلق عليه بروج آفا وهذا بالحقيقة إن تحقق فمعنى ذلك أن النموذج بدأ يتمدد إقليميا لأنه يمثل قناعات شعب وليس رؤى ومتبليات سياسية وقطعا الشعوب دائما تلتصر في إرادتها حتى وإن قدم الدماء